الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسين أحمد خريج كلية علوم الكرآن بجامعة الأسهر الشريف معكم اليوم في فيديو مهم جدا لكل من يريد أن يتعلم أحكام التجويد ففي هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى ستتحول من صفر تجويد إلى مرحلة الامتياز فسنكون بشرح أحكام التجويد في فيديو لا يتجاوز النصف ساعة سنبدأ بالأحكام البسيطة ثم إلى الأحكام الأصعب فالأصعب وهكذا لكن بداية أحب أن أنبه على أمر هام جدا وهو أن نتعلم علم التجويد فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخر فليس كل مسلم ومسلم مطالب بأن يعرف أسماء الأحكام مثل الإضغام والإظهار والإقلاب وهكذا ليس كلنا مطالبون بهذا لكن كلنا مطالبون أن نقرأ الكرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطالبون أن نقرأ الكرآن بأحكام التجويد ليس مهم أن نعرف الأسماء إضغار إضغام إقلاب لكن مهم أن نقرأ كما أنزل على النبي أي نقرأ بأحكام التجويد فالقراءة بأحكام التجويد فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأنه هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوذ القرآن آتم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لذلك وجبت الكراءة بأحكام التجويد على كل مسلم ومسلمة والآن بمشيئة الله تعالى مع الحكم الأول من أحكام التجويد وهو حكم الميم والنون المشددتين فمثال كلمة ثم إن فأي ميم أو نون مشددة وجب فيها هنا بمقدار حركتين مثال ثم إن الناس وهكذا فالغنى عبارة عن صوت رخيم يخرج من الخيشون وهكذا الحكم التالي من أحكام التجويد هو الحروف اللثوية والحروف اللثوية هي ثلاثة أحرف الذال الض الث حكمها يجب أن نخرج طرف اللسان فيها قليلا مثال كلمة الذين ثم الظالمين وهكذا الحكم التالي هو حروف القلقلة وحروف القلقلة هي خمسة أحرف مجموعة في جملة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال والقلقلة عبارة عن اضطراب أو اهتزاز يحدث في الحرف حين نطق به مثال كلمة إبراهيم يطعمون الحج المساد بشرط أن تكون هذه الأحرف ساكنة مثال كلمة إقرة يطعمون أو في حال الوقف عليها مثال كلمة أحد في حال الوقف عليها نقول أحد حكمها القلقلة الحكم التالي هو أحكام الميم الساكنة فالميم الساكنة هي الخالية من الحركات الفتحة أو الضمة أو الكسرة سواء كان عليها سكون أم لا والميم الساكنة لديها ثلاثة أحكام الإضغام الإخفاء الإضغار الحكم الأول هو الإضغام إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة وجب الإضغام مثال جاءكم موسى موسى فالإضغام عبارة عن إضخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددا فبدل أن نقول جاءكم موسى نقول جاءكم موسى وكأنها كلمة واحدة وكل هذا معهن بمقدار حركتين الحكم الثاني هو الإخفاء فإذا جاء بعد الميم الساكنة باء وجب إخفاء الميم في الباء بعدها ويسمى إخفاءا شفويا معهن بمقدار حركتين مثال ترميهم بحجارة أموالكم بينكم الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار مع جميع الأحرف ما عدا الميم أو الباء والإظهار عبارة عن الإضاح والبيان يعني أن ننطق بالميم بدون أي إضافات نقول مثال عليهم طيرا صلاتهم ساهون وهكذا الحكم التالي هو أحكام النون الساكنة والتنوين فكل ما ينطبق على النون الساكنة ينطبق على التنوين وأحكام النون الساكنة والتنوين هي أربعة أحكام الإظهار الإضغام الإقلاب الإخفاء أربعة أحكام فالحكم الأول هو حكم الإظهار فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف همزة وهاء عين وحاء غين وخاء وجبال إظهار ستة أحرف مجموعة في بيت إن غاب عني حبيبي همني خبره أول حرف في كل كلمة إن غاب عني حبيبي همني خبره ستة أحرف همزة وهاء عين وحاء غين وخاء ستة أحرف مثال من آمن من هاد سميع عليم عليم حكيم ينغيضون حكيم خبير سواء كان هذا في كلمة أو في كلمتين فننطق النون الساكنة أو التنوين كما هما بدون أي إضافات بدون غنة الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإضغام إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف اليا أو الرا أو الميم أو اللام أو الواو أو النون وجب الإضغام لكن الإضغام ينقسم إلى قسمين قسم بغنة وقسم بغير غنة فالإضغام بغنة إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الياء أو النون أو الميم أو الواو وجب الإضغام بغنة مثال فمن يعمل من نعمة بحجارة من سجيل ورعد وبرق وهكذا النوع الثاني هو الإضغام بغير غنة فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الراء أو اللام وجب الإضغام بغير غنة نقول خيرا لهم الرآه استغنى وهكذا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء وجب الإقلاب يعني إقلاب النون الساكنة إلى ميما ثم إخفاء هذه الميم في الباء بعدها مثال من بعد لينبذن سميعا بصيرا وهكذا الحكم الرابع وهو الإخفاء مع جميع الأحرف فيوجد لدينا ستة أحرف للإظهار حمزة وهاء عين وحاء غين وخاء وستة أحرف للإضغام ياء راء ميم لام واو نون في كلمة يرملون وحرف واحد للإقلاب وهو حرف الباء ثلاثة عشر حرفا ما عدا هذه الأحرف الثلاثة عشر أي حرف إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين واجب الإخفاء مع غنى بمقدار حركتين ويسمى إخفاء حقيقيا مثال من شر من سجيل نار ذات لهب يومئذ تحدث وهكذا الحكم التالي هو التفخيم والترقيق فالتفخيم والترقيق هناك حروف تركق قولا واحدا مثل التاء وحروف تفخم قولا واحدا مثل الطاء فهناك فرق بين تاء وطاء وحروف تفخم تارة وتركق تارة أخرى مثل حرف الراء يركق أحيانا ويفخم أحيانا فمع النوع الأول وهو الحروف التي تفخم قولا واحدا وهي سبعة أحرف مجموعة في جملة خص ضغط قد خص ضغط قد سبعة أحرف تفخم قولا واحدا مثال كلمة خبير الصائمين الضالين غليظ وهذه حروف المفخمة تسمى أيضا حروف الاستعلاء أو الحروف المغلظة لها ثلاثة مسميات حروف الاستعلاء أو الحروف المفخمة أو حروف المغلظة وهكذا لها ثلاثة مسميات ثانيا الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أولا النوع الأول هو اللام في لفظ الجلالة فاللام في لفظ الجلالة في كلمة الله تتبع حركة ما قبلها فإن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما تفخم مثال رسول الله أو رسول الله تفخم في هذه الحالة أما إذا كان ما بعدها ما قبلها مكسورا فإنها ترقق مثال به الله وهكذا النوع الثاني هو ألف المد فألف المد تتبع ما قبلها فإن كان الحرف الذي قبلها مفخما فخمت مثال قال طال أما إذا كان الحرف قبلها مرققا فإنها ترقق مثال بات مات كان وهكذا النوع الثالث وهي الغنى فالغنى تتبع ما بعدها فإن كان الحرف الذي بعدها مرققا رققت مثال من شر من كان أما إذا كان الحرف الذي بعدها مفخما فإنها تفخم مثال من ضريع من صورا وهكذا النوع الرابع وهو حرف الراء فحرف الراء له ثلاث حالات يركق قولا واحدا يفخم قولا واحدا ودائر بين التفخيم والترقيق سنأخذ النوع الأول النوع الأول الذي يركق الراء تركق قولا واحدا إذا كانت مكسورة يعني الراء تركق قولا واحدا إذا كانت مكسورة مثال كلمة ريح والراء تركق قولا واحدا إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي مثال فرعون والنوع الثالث إذا كانت ساكنة للوقف وقبلها ساكن غير مستعل وقبله كسر مثال كلمة ذكر تركق قولا واحدا أيضا إذا كانت ساكنة للوقف وقبلها ياء مدية مثال كلمة بشير نذير وهكذا تركق قولا واحدا إذا كانت الراء ممالة وهي في كلمة واحدة مثال في كلمة مجريها هكذا فهناك خمس حالات تركق فيها الراء قولا واحدا كما قلنا والنوع الثاني هو الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق مثال كلمة نذر يسر أسر القطر في حال الوقف عليها فالتركيق فيها أولى وكلمة فرق في حال الوصل ففيها التفخيم والترقيق وكلمة مصر في حال الوقف عليها ففيها التفخيم والترقيق لكن التفخيم أولى وهكذا الحكم التالي هو المدود فحروف المد ثلاثة علف واو ياء بشرط أن يكون ما قبل الألف مفتوحا وقبل الياء مكسورا وقبل الواو مضموما ومثال كلمة نوحيها ففي كلمة نوحيها قبل الواو مضموم وقبل الياء حرف مكسور وقبل الألف حرف مفتوح فإذا جاء حرف من حروف المد الألف أو الواو أو الياء في كلمة وجاء الهمز بعدهم في نفس الكلمة يسمى مدا متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في نفس الكلمة مثال كلمة السماء وجيء السوء واجب المد بمقدار أربع أو خمس حركات لأن حرف المد جاء في كلمة والهمز في نفس الكلمة ويسمى مدا متصلا أما إذا جاء حرف المد في كلمة في آخر كلمة والهمز في الكلمة التالية يسمى مدا منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز ويسمى مدا جائزا يجوز مده بمقدار حركتين أو أربع حركات مثال لا أعبد آمنوا أطيعوا وأمره إلى الله وهكذا أما إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا وجب المد بمقدار ستة حركات ويسمى مدا لازمة مثال دابة الطامة وهنا يسمى مد لازم كلمي مثقل كلمي لأنه جاء في كلمة مثقل لأنه جاء بعد حرف المد حرف مشدد فيسمى مثقلا مثال الصاخ وهكذا أما إذا جاء بعد حرف المد سكونا فيسمى مد لازم لازم يعني لابد من مده بمقدار ستة حركات كلمي يعني في كلمة واحدة مخفف لأنه لم يأتي بعد حرف المد حرف مشدد بل حرف ساكن مثال كلمة الآن فحينئذ يمد بمقدار ستة حركات ويسمى مدا لازما مخففا وهكذا أما الحروف المقطعة فمنها ما يمد بمقدار حركتين مثال ح ر ومنها ما يمد بمقدار ستة حركات وهي مجموعة في جملة نقص عسلكم ثمانية أحرف مجموعة في كلمة نقص عسلكم مثال نون قاف صاد ثمانية أحرف وما عدا هذه الثمانية أحرف فيمد بمقدار حركتين وهكذا المد العارض للسكون المد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد حرف سكن للوقوف عليه مثال الرحمن الرحيم نستعين المستقيم وهكذا ففي كل هذا يجوز المد بمقدار حركتين الرحمن أو أربع حركات الرحمن أو ستة حركات الرحمن وهكذا الحكم التالي هو علاقات الحروف فبين كل حرف والآخر هناك إما تجانس أو تماثل أو تقارب فالنوع الأول هو المتماثلان فالمتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا وصفة أو اسما ورسما مثال الباء والباء التاء والتاء التاء والثاء وهكذا مثال فإذا كان الحرف الأول من المتماثلان ساكنا وجاء بعده حرف مثله متحركا وجب الإضغط مثال اذهب بكتابي هل لكم يدرككم يدرككم الموت وهكذا النوع الثاني هما المتجانسان والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا واختلفا صفة مثال قد تبين فبدل أن نقول قد تبين نقول قد تبين قال الطائفة أردتم فحكمهم الإضغام إلا بعض المستثنيات الحكم الثالث وهما المتقاربان والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة مثال اللام والرأ أو القاف والكاف مثال كُل ربي كُل ربي حكمهم الإضغام نخلقكم نخلقكم فحكمهم الإضغام إلا بعض المستثنيات فكيف نعرف إذا كان هنا في هذا الحرف مضغم أو ليس مضغم فأي حرف إذا كان إذا أتى أي حرف لا يوجد عليه فتح أو ضم أو كسر أو سكون والحرف التالي متحركا أو عليه شدة وجب الإضغام مثال كُل ربي فاللام هنا لا يوجد عليه لا فتح ولا ضم ولا كسر ولا سكون والرأ مشدد حينئذ يجب الإضغام فكل حرف خلا من الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون والحرف التالي مشدد حينئذ يجب فيه الإضغام مثال كُل ربي نخلقكم وهكذا إلى هنا ناتي إلى نهاية الفيديو فبفضل الله في هذا الفيديو ذكرنا الأحكام لم نترك منها إلا بعض الأحكام البسيطة وأغلبها الجميع منا يعلمها مثل بعض المخارج وبعض الصفات مثل اللام القمرية واللام الشمسية وهكذا أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وشاركونا أراءكم واقتراحاتكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا